موسيقى موسيقى مسلا نور وأهلا بكم إلى صالون تلفزيون لبنان وبالحكمة أبدأ في عيون البريء نور خفي غير خاف عن ناظر الأبرياء فتحسب من دفعه في التحدي إنه يحتمي بأهل السماء باب المحبة ورحب أهلا بضيفي الدكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة ضيفي الحزيز أهلا بك كيف حالك؟ نشكر ربنا الحمد الله أنت رجل محب وأنت ضيفي عادة ولا مرة كان عندي ضيفي أحدا من الموظفين بالدولة اللبنانية لكن أنت احتكاكك المباشر متل ما عم تفضل حضرتك أول مرة تتضيفي الموظف بعض وعم يشتغل بالدولة هلا علاقاتي نحن وياهون من زمان وجيب نحن وصغار عيام تلفزيون لبنان الوحيد الكامل كان هني يعطونا البسمة والفرح نهار جمعة وسبت بس يكون عنا فرصة من المدرسة إذا نقدر نحضر ونتسلى أبو سليم وأبو ملحم أبو ملحم أهلي يحضروا نحضر المسلسلات المسلسلات اللبنانية كبرنا مثل ما كبروا هاللبنانية كلنا على هالأقطاب والمسلسلين اللي بلشوا باعتقد ملا شيء بلشوا وكبروا مع الزمن مع الوقت بس صرنا بمركز نقدر نخدم المواطنين اللبنانيين وخاصة هالفئة من اللبنانية اللي أنا باعتبر مش إخدين حقهم كاملا في لبنان بره بتعرف بتلاقي فنان عم يعمل دعاية صغيرة بتلاقيه بيعيش كل عمره من وره هالدعاية والله الدولة بكون عم تهتم فيه وهو كان عنا نظرة وكمان من 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 إذا بدك كمان من الناحية الإيمانية أنا بقول مثل ما قاري بالقرآن والإنجيل بالقرآن بيقول لك كمة الأداسة هي خدمة خدمة الناس كل ما تخدم كل ما تعالى عند ربك كبير ولكوم يخدمهم بالإنجيل بيقول لك كل واحد بيساعد فقير وبساعد مريض كأنه عم بيساعدني هاودي عم بيسحر لك أنت تقرب من ربك بكل يوم عم بتشوف هالمرضة بالفنانين أكتر شي كان إذا بدك قبل الـ 2014 كان فيه مرحلة وبعد الـ 2014 عملنا مرحلة تاني قبل الـ 2014 كنا ساعدهم كمعرفة شخصية دق اللي تعبين صاخن بدي مستشفى بدي كنا نساعدهم بالإمكانيات اللي كانت عندها مين كان أكتر شي كان لك كان دق اللي مسلا من قيامها أبو سليم أبو سليم ما كان دق أبو سليم كان يجي كان يجي على وزارة الصحة لمطلق فنان عايز يتغطى هو يجيب الورقة بإيده يجيب لي الورقة بإيده يقول له يا زلم بس دق إلنا قد نبعث على المستشفى يقول له أنا بجيب الورقة بإيده لك قد داك كبير أخلاقيا ولزميله يجيب البطاقة ليعملها هو شخصيا كان زمان أنا قبل الـ 2014 يحكوني من النقابة للإحسان صادق سميرة بارودة أربير كيلو الله يرحموا هالإكيب اللي بالنقابة اللي كانت كان هدفي أنا من قبل الـ 2014 قالوا نعملوا نقابة وحدة ما تتفرقوا نقابات 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 بس بتتفتت تتشتت تحقوقهم كلها نقابة وحدة بتكونوا قوة لسوق الحظ ما قدرنا جمعناهم بنقابة وحدة بالـ 2014 كمان صار ينحكى معي من قبل الممثل جهاد الأطرش بجوه له كل تحية كان له كان صاروا من أي خاي عزيز وكبير من كبار الفنانين صار فيه ومن عفيف شاية وهل الفنانين الكبار إنه كيف بدنا نساعده للفنان أكتر نهنا كان الوزارة صحا كنا عم نغطي 85% ضل فيه 15% اللي المواطن يدفعهم قبل الـ 2019 كانت الوزارة عم تغطي كل اللبنانية ما حدا كان مداية لا بالاستشفى لا بالدوى ولا شيء كانت أوضاعنا جيدة جداً كنتوا تاخدوا يعني الفنانين يفوتوا هندما ما يدفعوا ولا هلا بقى لك شو عملنا للفنانين بس إجمالاً كان لبنانية كانت موزنتنا كتير كبيرة 450 مليون دولار غير الدواء كنا نقدر نطب بالعالم وما ندفع فرقات قد كبيرة للمواطن بالـ 2014 بس انطلب مني كان الوزير وقل أبو فعور قلت له عندي هالطبقة من العالم والفنانين اللي كليتنا منحبهم عندي طلب بدي غطي هالـ 15% بدي أطلع عرار أنه أنا الفنان المنتسب إلى نائبة ومعه بطاقة شرعية بدي غطيه 100% دون أي تفكير هادي كلمة حقت وقال دون أي تفكير نعمل القرار بنفس النهار تاني نهار أنا بدأ لنقيب ولأعضاء النقابة بإنه تفضلوا على زر الصحة لأ على نائبة الصحافة كان الله يرحمه نائبة الصحافة محمد بعلبكي مع وزير الثقافة روني عليجي ووزير الصحة وقل أبو فعور وأعلننا القرار من نائبة الصحافة كانوا المسلمين الكبار كلهم قاعدين شي بيفتح القلب كان يعني قد ما روح النكتة عنده أبو سليم وروح هالبساطة اللي عنده إياها هو وفهمين الله يرحمه حتى نحن عم نحكي مباشر كان المؤتمر ما قبل إلا ما ينكت مباشر على ما بيقدر فهمين ما قدر إلا ما نكت عفهمين مباشر نحن وعم نطلق بس يومتها كانت عن جد ساعة خير وكانت ما كانوا مبسوطين ما كانوا مصدقين ومن يومتها من 2014 لغاية الانهيار اللي صار عنا والانهيار المالي والاتصادي كان ما في فنان يفوت على أي مستشفى كنت دفعوا ليرة مطلق فنان معه بطاعة طيب دكتور كيف بينقال إنه عم يموتوا وميتوا عم يموتوا أبدا 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 خلي حدا خلي حدا يسميلي اللي عرفنا فيه إن كان اتصل نقابة ولا اتصل بالوزارة ولا إجهل عنا على الوزارة ولا اتصل فيه شخصيا مستحيل كنت اركض قدامه أنا على المستشفى الزلمة بفوتوا بيظهر دون أن يدفع أي ليرة فرق لتل-2019 حلو لأن بعد الـ2019 كل الأوضاع تغيرت ما بقى فيك تقوله إن المستشفى ما الدفعي ولا فرنك ودولارك ألف وخمسة كان صار بمية وصار ما فيك بس من الـ2014 بيشهادت أنا ما بحب إحكي بهال يعني كنا نشتغل عطول بالكواليس ما نطلع نقول شو عم نعمل بس من الـ2014 للـ2019 بيشهادت النقابة هن اللي قالوا وما في مرة كان يفوت مريض فنان على مستشفى وندفعه فرقات أنا بقيت أعمل البطاقة وحطت عليها منفوق مية بالمية طيب بعد الـ19 بعد الـ19 بكل لبنان كل شي تغير تغيرت حياتنا تغيرت إمكانيات الدولة يعني أنا فيني أقول لك لتاريخ أول أدار من جمعتين يعني موازنة وزار الصحة كانت 450 مليون دولار لأول أدار هلأ أول أدار كانت 23 مليون دولار لك قداش نزلت كنا نغطي 47 بالمية من الشعب اللبناني صرنا هلأ عما نغطي بحدود 67 و 68 بالمية بس الموازنة نزلت كتير لـ23 مليون 23 مليون من الـ450 كيف بك تغطي هلأ مستحيل العقود أنت بينك وبين المستشفيات مع السنة دي الضامنة كلها على الـ15 أي مستشفى بالسنة بعد الـ15 هلأ عقودك ألف وخمسة لهلأ بالموازنة الجديدة بالـ24 من بعد جهد كبير ومن وزير الصحة دكتور أبيض ورئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة الصحة النيابية ووزير المال ومصرف لبنان حكم مصرف لبنان هلجهد المشترك لقدرنا حصلنا الموازنة عليناها 230 مليون دولار صارت تقريبا منبلش فيها مبدئيا اللي عم بيخلصوا صرنا على الآخر بأوائل شهر نيسان منبلش نغطي يعني بدل ما يكون ألف وخمسة دولار طبعونا بوزار الصحة رح يصير بخمسة وسبعين ألف رح نضربوا بخمسين بالموازنة الجديدة هل بصندوق التعاضد انتو شو كنت تتعاضد التعاضد معهم؟ أنا بصندوق التعاضد للفنانين كان كنت أحكي معهم أنا ما كنا نفوت اللي كان عم بيفوت بصندوق التعاضد ويساعد الفنان كانت كانوا بدي يقلك مثل يسندوا الفنان هن شوي نحنا نغطي كل شي وهن يسندوا بالدوى بيبيع عيلة الشي بس يعني كنا نغطي كل شي طبابة واستشفى بقى بالمستشفى حتى بالدوى بقى أنا نأمل له من الإدوية بس بعملك بالأوضاع هايدي اللي هلأ بيعيفية طيب هلأ بالأوضاع اللي جاية كيف 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 هلأ بالأوضاع اللي جاية عم نتدخل شخصيا يعني بقى بيتصل فيه لنقيب نعمل ودع بداول موجل وتحييل بيضل يركض قدام الفنانين بيقى لي فلان فلاني مريض بدي يفوت على المستشفى واعمل انتصالاتي أنا شو فيني يساعد بالمستشفى عم نساعد بيميلي تاني مسلا بيعطيك باخر اتنين الله يرحموا فاد إبراهيم فاد إبراهيم أنا عم تساعده كوزارة نحنا من سمتين ثلاثة بس ما كان حدا عارف ما عم نحكي ما بطلع بزيء أنا شو عم بعمل هو مش مضمون هو مش بالضمان لا 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 التعاضد مش بالتعاضد كنت عم بتدخل بالمستشفى عم نتدخل بالسنتين بس ما كنا أنا ما بحكي النقيب كان أوقات يرجع يدق لي فادي تعبان ناخده على المستشفى مرة ساعة 11 باللايل أخدناها على مستشفى تانورين باللايل اللي يغسل اللي يغسل اللي يغسل كلاوي كان بديو يغسل بساعتها بيموت لا سمح الله بس أنه وضع كان تعيس له وأنا قلت له بيتو سنتين أنتو تساعدوه قبل سنتين قبل ما حدا عرف أنه فادي إبراهيم صاخن بس صاخنه فادي لأنه بس صاخنه سخوني القوي وطلع الصيد تفاجأنا أنه يا عمي وان كان مش مبين كان لأ كنت أنا شخصيا عم نساعدو كوزارة صحة عم نساعدو بالمستشفى بالغسيل فادي مرة عم استشفى بعض ده باش كلم طلعت ما بعش فاكي ما بحكي بل بس أنه ساعات ناقد عملنا واجباتنا بس أنا بهم يعرفوا كمان الناس نحن بحبين بالا ده النقيب قال لهم حكاها وقال لهم لعائلته ولكل شي شرح لهم حكاها عدة مرات رجعنا آخر آخر مرة بس فات على مستشفى قلبي يسوع وتوفى هوني كمان ساعدنا اللي اللي منقدر نساعد كغسيل كلا مية بالمية ما ما خلاني يدفع أبدا كمان طلبنا بجهود شخصي طلبنا من المحسنين يعني اللي بيقدروا يساعدوا صاروا يساعدوا بس أنا عتبة بينه وبينك بحكيها بكل صراحة آآ على الفنانين والله يرزقهم في فنانين يمكن آآ وأنا اقترحتها هايلي على التلفزيون إنه أنا أنا باقترح وقلت له إياها للنقيب الفنانين والمطربين اللي بيعملوا حفلة بالسنة في زبدون ورايعة كله بعود لسندوق النقابة بصير ولا أي فنان بحاجة لحب الدواء لعن الحفلة ما عرف قداي عم تطلع الحفلة وقدايش عم بتاخذ كيف بدك تحط بعقل هاودي نجوم الغناء إنه أنت بدك تعمل شيء للتاريخ حتى اللي بيجي من برة بغنى هدايش بيدفع للدولة ولا لسندوق النقابة ضريبة دكتور اللي بيجي من برة يصطفيل نحنا قلنا حق مناخده أنا عم بيحكي مثل ما بلشت إنت ابن بلدك هدا ابن بلدك فنان بطلع مصاري الله رازقه طب هاودي إذا كان العمل مبالغ بسيطة منه حفلة بالسنة حفلة واحدة قلتلهم أنا يجوا عشرة خمسة عشر مطريب بحفلة واحدة شريعة بعود لسندوق النقابة نقطة عالسطر بيساعدوا زملائهم وما بيكون كسروا ولا ما بيكون ضايعوا بس بيساعدوا زملائهم مع الأسف هي طرحت هالفكرة عليهم؟ أنا طرحتها بالإعلام طرحتها أنت طرحتها بالإعلام عمقول عالفنانين؟ لا أنا طرحتها بالإعلام يعني حدا أخذها منك وقال أنا بدي يقبرهم فيها؟ ما بارف أنا قلتلهم إياها للنقابة قلتلهم إياها أنا هدا اقتراحي وغير هدا الحل ما عندكن إياه ليكون عندكن عطول بالسندوق في أموال طيب يا دكتور هلأ هادي المبادرة الشخصية منك وهدا الحب لهود الناس وهدا الاعتراف بإيميتهم وهدا النوع من المساعدية اللي أنت قادر تعملها بوظيفتك طيب ما هادي مش مشحرة لأنه ما اعتمد عليك لحالك وبكرة أنت بتترك الشوبل وبنرجع من أول وجديد يعني الآن أنت بدي ضل بس صفاء النية والأخلاق والطيبة هي اللي بحيد الوحيدة اللي ممكن أن تأثر وبيلعظان للعظات بيشيل من المحلة بدي يجي حدا أنت مش بشلش من محلك هكي بيجي واحد تاني ولا بأله هالبال ولا بيعطي اهتمام شو بيعمل؟ يعني هادي أنا برجع بقول إذا رجعت المالية الدولة ورجعت الموازنات كما كانت سابقة إن شاء الله ممكن يرجع إن عملنهم آآ أرار نه يرجع الفنان الملتسب إلى نقابة شرعية وبطاقته شرعية يرجع يتغطى مية بلمية هاي بس بدا تكون الأوضاع المالية اللي عندك طبعا إدارة مليحة بالنسبة ل لفادي إبراهيم لكمل بس يمكن هني ما بيحبوا نقولها بس كلمة حقته قال صار في اتصالات بأهل الخير سكروا عن فادي إبراهيم المستشفى كلها آه بعد مفل لأ بعد كنت بالمستشفى خلص العلاج نقل عميزون دروبو على سين فانسان بقلب يسوع ليهتموا فيه أكتر يعني هادي بدك تقول العنين ملطفة نقل من الطباب والاستشفى رح قولها يعني ما رح ما معالي الوزيرة ليلة الصلح مادة دفعت الحساب كله دفعت الحساب كله ومشكورة من هو بس عطيتك خبر وقلت الله ما ترددت نهائيا لأنه دكتور لأنه ستليلة بس تعرف بأي شغلي من هادي الأشياء عم تقدر مباشرة ما ترددت نهائيا بعتت حدا من عندها تسألت قديش الحساب كيف تاني نهار تسكر الحساب بالمستشفى بهاك حالات اللي بتأثر فيه هلا في كتير من الفنانين مرعوا بنهار ونهارين بالمستشفى ركب راسور ركب عودي متل أي مواطن لبناني يعني ما 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 حكينا فيه مكتور هنه كفئة كفئة الفنانين فئة كبيرة ايه اكيد عداده كبير عداده كبير مقابل الفئات الابدنية التانية اللي بستفيد من بزارة الصحة هلا هلا ايه عداده الكبير عندهم عندهم مسلا القانون اللي عملناه بالالفين واربطعش الارار اللي نغطيه مية بالمية تماناة نقابات اجتمعوا فيه ملا للا الارار تماناة نقابات جوع عملنا القرار لتمنى نقابات أبو سليم كبير الكبير كبار دخلنا مع النعيب الساعة عشر بالليل نقلناه على المستشفى بحالة طارقة جدا هاي اخر مرة اخر مرة ومشكورين كمان بمستشفى رزق صارت السرعة رهيبة لقدرنا نقلناه دقيتلون انطلون طلعوا انا رحكي مع الصليب الاحمر رح ياخدوا الصليب الاحمر دغري عمستشفى رزق وما كان فيه اي تلكق من المستشفى نهائيا 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 وخاصة من مديرة مكتب الدخول في ريال حنة تاني نهار الصبح طلالنا على المستشفى اكيد كان بسوى ما منوح حدا يشوفه انا فتل عنده كان غيب وضعه صحي اول شي كان بنقز ان شاء الله يقوم بنا بالنسبة لعمره الكبير خذ العين قام حمد الله نشكر الله كان فيه عينية طبية كتير قوية فيه وحتى من الجهاز التمريدي والكل اللي اعتنوا فيه لابو سليم في المستشفى كمان مشكورين قربوله سويت قاعد انه مثل ابو سليم هدا فعلا اقل شي لازم يتقرب له لها فيه عالم كتير اجتل عنده اول فترة انا منعت حدا يشوفه ما بدي حدا يعديه يكون مرشح يكون مقرب يعديه بيأذيه اكتر بالمستشفى قلت له لما دامته وبنته اللي بده بيجي عالصالون لهون بتقعدوا بالصالون بتقولون نيم طب وكيف نقال انه رئيسنا جيب ميقاتي هو دعا اكملك يلا عملت انا الوراء عوزار الصح قداش بتغطي بالقانون الوزار الصح غطيت انا بالقانون قانون انا قداش بيسمح لي القانون اه بعد يومين ثلاثة صار مليه ظهر من الصناع اجي على على الغرفة طلعت انا انا عنده صبح كان رائع عن جد رائع انه هالانسان اللي قلت له صارلك سبعين سنة اكتر بس ان احنا منعرفك على التلفزيون وكبرنا معك وعم نشوف حالنا فيك ومبسوطين فيك وهلأ مبسوط طلو انا وقف حد ابو سليم صورنا نحنويات مع الاسف كمان انا في بعض الفناني اجوا تصوروا بس لا يعرضوا الصورة ولا يبعثوها على السوشيال ميديا مع الاسف قال لي بدي حط الصورة قلت له ابدا قلت له انا بيجي علىك لشان انا بحبك ونهنك لبناني منحبك بس انا ما بدي اعرض صورة لبرا انه انا جيت لابو سليم عنك الهو ما بيجي لعندك كان دخوله لابو سليم على المستشفى تاني نهار بصير فيه الاتصالات وزير دكتور ابيض وزير الصحة بيحكيني قلت له انا فوضته مبارح المستشفى استقبلته ما حدا طلب اي اموال وكله تمام وكل شي بيرجع بيقل لي انه دولة الرئيس نجيم ميقاتي بدي يغطي عملت انا الاخر شي بس طلع من المستشفى بعد فترة وصار مليح وظهر ع بيته كمان من المستشفى ما حدا ابدا طالبه بشي بعطولي قديش الفاتورة كانت الفاتورة مبلغ محرز انشاءل منها كمان مبلغ كتير محرز بالخسم كرمال ابو سليم وكرمالي وكرمال دولة ودرجة دولة الرئيس نجيم ميقاتي سكر لحساب اجلت مدير تمكسب اللي عندي ده الفات قدامه انا لقد ادي الحساب النهائي طلعوا وسكروا المبلغ طب دكتور في مستشفيات ما بتتعون ما بدي شهر فيهم لا لا انا ما بدي شهر بس مدنا نقول فيه انا ما بدي شهر هلأ لك انا بالنسبة للي اه شخصيا عم بحكي الحمد لله انا الحمد لله ما حدا بقولي لا من المستشفيات قد تخبر لا اذا قدتلك بالأول نتيجة علاجك الشخصية لقتي الشخصية معهم انه تساعد الكل ومخدم بس هيدي على مستوى البلد شحار قلتلك لسبب انه انت بنظافتك وبكيستكك شحار متصير ساعد اللي بدك تزيع انت هيدا المحل بديفئد كتير ما يخلوني زي لك خليني اقولك شغلة قال لي اياها مرة ليسر رحباني الله يرحمه لما مات الرئيس الحريري اجا لياس رحباني وعصام العبدالله عم يعزوا انهم فلين بقوله لياس لعصام انا عصام روالية بقوله راح اللي كنا معتمديني علي اذا صابنا شابي حياتي يوم متى حص بالخطر لانه في ناس كتير رئيس حريري كان عم يساعدهم وكانت ماشي هيدي لأموره الله يرحمه هلا نحن بس اذا بقطعك عن الكبير ليسر رحباني لالتاريخة مستشفى رزق كنا بالباركينج كمان كنت عم بعمله شغلة قال لي انت يا دكتور الديسين بطوبوهن بس يموتوا قال لي لازم يطوبوك انتوا طيب الكبير ليسر رحباني هذيش تلعج فتورتو ليسر تذكر لا لا ماذا بذكر انا بعطيك مثل على الكبير كمان ملحم بركات ها تعرف جنونه لا ملحم بركات اذا بدك انا بقيت قلوه كمان مستشفى قوتير ديوا مشكورين سويت لا ملحم بركات قاعد كل الفترة كمان ما حدا اخد ولا فرانك وزارة الصحة الدول اللبنانية غطت الملحم بركات كل الفترة كل الفترة كل الفترة ما حدا خليته يدفع فرانك ابدا حلو كتير حلو كتير ما حدا يعرفه ما مخبرينا انا ما بتحكم ما محكي اكيدا ونحن لانه برنامج انا شو اللي كان يفكر بهالحلقة انا خليدي لانه انا عبشوف الفنانين وبشوف النقابات وبشوف عركتك ومرات بطلب منك اشياء بحس بتخلق بلحظة من اللحظات ومرات بندلك على شغلي بتتلقفها ومرات بدلوك كتار من النقابات انه كذا 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 فورا بكأنك عمل جندي انت لخدمة هذه المت ما بتقدر ما تقول لهذا الرجل سلم دياتك على اللي عم تعمله فعلا نحن بحاجة نقول لك سلم دياتك على اللي عم تعمله فاصل علينا ونعود فنكمل العبار دكتور هلا خليني فوت بالشخص شواء معك انت شو عامل اختصار طبنا عامل جراحة الفكاين سنة التسعين جينا على لبنان سنة التسعين تركنا وجينا مع انه رفاقتي فيه منهم نفضلوا يسافوا يضلوا يشتغلوا برا مع انه كانت المغريات كتير كبيرة قلتلوا لأ ابدا سنة التسعين ما ننزع على لبنان بدنا نقعد انا 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 جيت سنة التسعين بوضع كمان كان لبنان عكف عفريت يعني بدنا تعودنا بلبنان كل فترة عنا شي صحي كانتش الايامة مليحة انا بتذكر سنة التسعين شاري تانك البنزين بثمانين دولار بتشرين شاريه بثمانين دولار كانت سنة التسعين يعني كانت الاوضاع كمان الامنية مش منيحة واللعنة بلشت حرب لكويت ماداش كمنا عم نشتريها مش سبعة دمان سنين مش فالقاد كانت كمان مش بثمين دولار ولا اكتر يمكن كنا نشتريها دا ما وصلت لثمانين دولار ما وصلت وصلت يوم متى لثمانين بوضع استثنائي كان بسنة التسعين كمان بلشت حرب الكويت فت العراق على الكويت بسنة التسعين يعني بلشنا بالعيادة بشغل قلنا نحنا حرب كمين بطيشترد كي بكتقلع كي بكتشترد تعرف الواحد بيجي بدي يقلع من اول وجديد بدي يؤسس عيادة بدي يؤسس بيت وشقة ويجي بيتجوز صير يفكر يتجوز كانت ايام جدا صعبة جدا صعبة لسنة يعني سنة التنينة وتسعين تلاتة وتسعين بلشت شوي تتحلحل الامور سياسيا وطروق وترجع الدولة متى ما كانت وانا فتت بوزارة الصحة بالخمسة وتسعين فتت بهذا الموقع لا 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 اول شي بلشت انا بالنسبة لقلي بقامن بحياتي كلها انه بدك تبلش عطول بدك تبلش درجة درجة بتحط هدف براسك وان بدك توصل بس مستحيل توصل ضغري ضرب واحد بدك تتعب بدك تشقى لا توصل بالالفين و بالخمسة وتسعين انا تعينت بمستشفى شحيم اطلع من بعبدة عشحيم بدي ساعة وربع لا اوصل وبتطلع ولا نهار غيب اوصل لفاق بعد عشر سنين بالالفين و خمسة الله يوجه له الخير الوزير سلامان فرنجية بعت ورائي قال لي انت انت بقوله ادمة وانا بدي ادمة راح حطك بالمستشفيات وانا المستشفيات ما كنت عندي الخبرة وما حبيت اخذ له الوزير الفرنجية قال انا يعلموا علي انه انا ما بعرف ولا هذا سجلت باليسوعية بالجامعة عملت دورات وعملنا كمان دورات من خلال وزارة الصحة لحتى ما حدا يكوني عم بعلم علي بواحد بالمية انه جزيف حلو اخطأ بمكان ما برو درسنا اللي تعلمنا وكل الوزراء حمد الله كان عنده ثقة فيه لالفين و الفين و اربطعش الوزير علي حسن خليل عيني مدير للعناية الطبية كان عنده ثقة كاملة اللي بعدي بتذكر يعو مثل كلمة اللي قلي اياها اللي انا اكيد ايامك رح يكونوا المستشفيات متل الوز الوحدي ورد تاني حلو حلو ثقة والحمد الله الوزراء المتعاكمين كلهم كان عندهم ثقة كانت تقصى الخلافات مع وزراء كيف يعني بدون ما نسمى لك مش قصة خلافات يمكن يكون الوزير بغير رأي مثلا اكتر شي مثلا كانت تصير لا عم بحكيه بموضوع الفنانين كنت تختلف مع عشي وزيري يقولك مثلا مش فضيل ابدا 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 انا بقيت بالفنانين اخذ المبادرة غطي بي حسب الانو انا بيحقلي غطي مية بالمية غطي ابعث على المستشفى ابدا ولا مرة كان في اعتراض لما بتحكي عن الفنانين متل واحد بيحكي عن شاب بيعني بيحبهم كذا تحبهم من قلبك كان شوية بلاقوا عن طفولتك انت وين ربيان انا خلقين بصربة جنوب قضاء النباطية 30 تموز 61 اه ضيعة بس بس هلا بس جيب سيرت ضيعة بتحس قلبك هيك عم بيرقص رأس ضيعة بقى انا نتعلم كل السنة اللي احنا بيروت سكين بعبدة نطلع عيد الميلاد عيد الكبير صيفية هول نطلع هنا على الضيعة مفرصين عيد الميلاد 15 يوم نطلع نقض ل 15 يوم عيد الكبير بصا فيه نطلع بحزيران لننزل لقيلول ايام الضيعة الحلو فيها كانت مع الاسف هلا الايام بتضيعة تغيرت صعب صعب كانت كل كل العالم بتحسها بتحب بعضها مثلا نطلع بحزيران كان وقت حصاد الامح تلاقي البيادر ملاني امح العالم كلها على البيضر العالم كلها عم بتساعد بعضها العالم كلها بتلاقي الظهر قاعدوا مع بعضهم عم بيتغدوا هيدا عم بساعد هيدا هيدا هاي دي هلا بهالايام انفقدت مع الاسف طبعا. يعني أنا بتذكر البيضر أداة كبير عندنا نحنا ما في مطرح تحط أشي كنت. هلأ بيدر كله طويل عريض ما فيوش أشي. سكن كله. ماش في خلال بادوا بيدر بطل حدا يزرع القمح. بطل حدا عندهم مويشة. بطل حدا شما كان يزرع. مع الأسف وبقوله بي. وقلت له نياه عدة مرات. بالضياع أهلينا وجدودنا الله يرحم ترابون. كانوا روحوا يشتغلوا خدم. بفلسطين. ليجوا يشتروا أرض. هالجيل هيدا هلأ عم بيبيع الأرض ليشتروا السيارة ويتقحنك. مع الأسف. كان فيه جدي أنا يبيعها ويجيب غي خدمة ويدخن سيجار وخدم وحشم. بس ترك لي إياها. نعيش عايش معطر. وفقير وفلاح. بقيت الأرض إلا. وبقيت الأرض. ضلت الأرض. عطانا إياها. أنا بأي حق بدي بيعها. مع الأسف هلأ اللي عم يبيع بدي بيعها. هلأ البايح ماشي دغري. بيستلموا. بيستلموا الورطة بيضل بيش. دغري دغري. لا يشتري السيارة مع الأسف. والأسف. مع الأسف. أنت يروح شتري أرض وبيعها صفل. بس ما تبيع أرض جدك مئة سنة. أعطيك إياها كان. وعشنا كليتنا ربينا. أهلي وعمومتي. وكليتنا ربينا من وراء الأرض. صحيح. اللي كان عم يشتروا بلا جده. أنا بديقول للمشاهدين بس كيف تعرفت عن الدكتور جزيش. ما بعرف ماللت أين مرة. قال لي معك خبر أنت. أنه بي بحبك كثير. أول كلمة كنت بقول له إياها أنا. وهو بقول لي إياها. قلت له خير لاش شو. قال لي بشوف نهار الجمعة لبرنامج. وبيقعد ويقول بحاش تحكو. خلي نقي تسمع لاشوف شو عم يقول عمره لي. ما عطي وفه. كبرني شوية عم بيك. وعلاقته بالتلفزيون. بي الله يخلي أهل العالم. وقالله يطاول عمره وإمه. عمل شغله بهالحياته على أكمل وجه. ربانا وعلمنا. وأنا هو إياها أنه أنا وإخوتي نحنا سروته. هاي السروة اللي عملها بحياته. تعب كتير وإمه قدامنا. متل ما جدي تعب قدامهم. متل ما جدي وستي تعبه. بس انتبه أنت أنا بتذكر يوم انت قلت لي شيء. بساط فيه بشهاك عن برويه. إنه هالمساطة هالطيبي بمتابعة برنامج سقافة. يعني أنا برنامجة في ناس. ما بسوقت له هلأ. في ناس بيهربوا منه. في ناس بيهربوا. كل جمعة. كل جمعة. كل جمعة بيحضر. خاصة بس جيب من هالكبار الشعراء. ولا الفنانين. ولا الجباء. بتلاقي عنده إصغاء. إصغاء ممنوح حدا يتنفس إذا بدك. إنت بس لك سلمني لا. عم تسلمني لا. أكيد أكيد مين. ومعه خبر إنه أنا جاي لعندك هلأ. أنا بتقول له كل يوم. نحنا وإخوتي وأهلي ساكنين بيخد بنية. يعني أنا بيجي للبيت بوصل ساعة أربعة ونص خمسة بترك الوزارة وبيجي. إذا خمسة وعشرة ما كنت عنده. بدك على الانترفون ونور ما إجا. ما هلأ. الله يطول بعمر أهليكم. بيه عمره ثمانية وثمانين سنة. طالما ساكني فرد محل بتكون تضلوا تشوفوا حالكم. حتى لو اختلفتم وبعضكم. وهذه الخلافات بتصير عائلية يعني. نسكر الله. بس إن شاء الله ما تصيرش كل واحد بحفي لأنه كل واحد بمحل ما بيقعد حدا. يسعد. الحمد لله. المكان. المكان مهم لله. هيدا كان حلم. هيدا كان حلم. هيدا كان حلم لأحسن من كل واحد يشتري شقة بس يبطرع. عده وشترق أرض وعمره. هذا المكان كثير مهم. بدايقنا كثير بالعمار وباله. هيدا بس كشكر الله. طب خبرني إنت عن مزاجك الفني. يعني اللي هيكون عندك علاقة مع الفني. اللي هيك حكيت عن ملحم بركات بشغف كتير حلو. عن الزارة فرنسيس اللي هيك وعن أبو ملحم. عن أبو سليم. حكيت عن نعمة بدوي يعني. مش حكي حدا إنه شايف واحد سلم على. لا. حدا عارفين. أنا بحكي معهن بحكي معهن عن حب. أوقات بكون ما بعرفه. مثلا في أحد الفنانين ما ما بعرفه. شخصيا بس بحضره بحضره على التلفزيونيات. أنا شو ما كان المسلسل لبناني بحضره. بس يكون في حكي لبناني بحضر المسلسل. التعب صخن. صخن. عرفت أنا بتصطفي عرفت إنه صخن. أنا تلفنت للنقابة. قلت له قلت له بأي بأي مستشفى. باعتقد اسمه وتوفى حرام الله يرحمه وعمل كريزة قلبه راح. من بيت عبود. عبود يمكن جوزيفي يمكن اسمه. آه. 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 لكن ناصح كان. آه. آه. راهنا على المستشفى غطيته وعملت له برق البالون راسور وغطينيه وكل شي. بس بعد فترة مع الأسف ما انتبه لحياله كمان ناصح. صحية. وهذا. ما أنت بدك بتقرب بتقرب النصيحة اللي آآ الخدمة الطبية اللي الأطباء بيعطوه إياها. بس إذا هو كمان مساعد حياله. مهتم إيه؟ مهتم بحياله. شو بدك تعمل؟ صحيح. يعني مثلا أنا إحسان صادق اللي طول بعمره ومرته. آآ بقنا نقعد أعداد. وهني أكبر مني. طبعا. أكبر مني. بقيت تقعد أعداد. أقعد أنا أرجع بالذكرى. إنه أنا أحضره فيلم لأحسان صادق أنا ولد. ولا يغني إحسان ولا يغني. تمثل سميرة برودي لك أنا أحد معهن. طيب أنا قل بالنقابة. مع الأسف بالنقابة تانية كمان. آآ قل بالكيلو الله يرحموه. آآ قال لي قال لي شغلات. ومع أنه ما بعرفه كنت شخصيا. بس كنت عامل كذا شغلة. قال لي شغلات عن جد أنا بفتخر. أنه هيك إنسان مثلو عم بقلي إياها. قالو. لا ما أنت عم تاخد تجي يتعملك يا دكتور. ما أنت عم تاخد تجي يتعملك. وكل اللي عم يشوفوك. عم يعرفوا أنت شو. في كتير في كتير عالم تعمل مع مرحب المرتلة. صحيح. لقل لك هالمتر صغير. لقل لك هالمتر. كان عمري 12 سنة بالضاعة. قال الله يرحم جميع الموتى جده. عطول يقلي فلان صاخن فلان صاخن فشيء علي. أحمل الحي اللي روح أبرم على الختيارية أنا شيء عليهم. عندنا ختيار بالضاعة. فإذا في خلفية. عنده صايحة كتير كبيرة وعنده بير قدام الصايحة. أبو يوسف. بتجي مرة أنا واقف عنده عم بحكي أناوية للختيار للختيار. بتجي مرة حاملي جرة. قالت له أبي يوسف بدي عبي جرة ماء. قال له ما في ماء. ناشف البير. والماء عم تدفق لبرة. قالت له لك ليك الماء. قال له ما ما في ماء هالمرة هلأ شطفت. راحت عم تكرفت المرة. بقوم بيطلع فيه بقال لي تعلق لك. انت عم تتساءل ليش ما عطيتها ماء. قلت له ايه. قال لي تعالي خبرك ليش ما عطيتها. قال لي إذا عطيتها مية جرة. واجت بالمية واحد. قالت لي قلت له فعلا فاضي البير وكان فاضي. راح تنسى المية. وراح تسبني على المية واحد. لأ تسبني ملاء وتحل عنه. خير نروح مع الفاصل الآن للأخير ونعود في الحوار. تا الدكتور المرحلة المقبلة. نعم. بشو تنصح الفنانين. خطوات من حدا صار خبير فيهون وبأوضاعهم. وعضوا معهم بالنقابة عضو شرف. ايه كمان. عضو شرف معهم بالنقابة. صحيح صحيح صحيح. انا بتشكرهم كمان لعملولي حفل. لا ايه من 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 احترامهم اليك عملولك بطاقة الانتساب. ايه وعملولي حفلة تكريم ايه بالنقابة ايه مع النقيب نعم بن بدوي. عن جد اليومتها حسيت حالي بغير كوكب. فعلا. ايه مزبوط ايه مرسي انك ذكرتني فيها هاي. ايه. كانوا قاعدين نقبة. من تمان نقبات. ايه. جايبهم كلهم ايه نقيب نعم بن بدوي. ايه الكبار كانوا شوقي متى الله يرحمه فقدناه. كان نقيب جان اسيس. كان فؤاد شرف الدين. قال له يقدم له الصحة. اه كان اه جهاد الاطرش قال له يطول بعمره. كان هالنقبة عن جد حسيت حالي بغير كوكب يومتها. عدنا شي ساعة كرموني وعطوني البطاقة وعطوني شي دي التكريم. لقلهم كانت لفتي اه انا افتخر فيها بفتخر فيها. هلأ النظرة للديم. ايه شو لازم ينعمل برأيك. انا نصحتهم. اذا بيقدروا. هندي بين بعضهم هايدي. عبر وزارة الثقافة. شو بتقدر تساعدهم. يتوحدوا قد ما بيقدروا. بين بعضهم. اذا كل نقابة بدأ تمشي وتشتغل لحالة. بضلوا مشقفين. يجمعوا بعضهم على الممثلين بنقابة. المطربين يخيي بنقابة. هلأ ما بتزبط هذي لأنه خلصت. انا عم تحكي شي كنا عم 8 سنين عم نسعى له. هلأ فيه قانون. هلأ فيه صندوق الطعادون. فيه صندوق الطعادون. وعام يتم الاهتمام فيه. طيب انت برأيك كيف ممكن يجيبوا مصاري مثلا مثل هايدي الطريقة. يعني عدا عن انه انت قاعد مثل الاسد بالحزاب بالوزارة. بس هنه شو لازم يعملوا هنه. يعني انا خوفة على المرحلة المقبلة. الله يطول في عمرك وتظل قاعد محل لك. بس طيب بالاخر اذا اجي واحد على آآ مديرية الصحة. مدير العناية. ومش هنب الفنانين. شو من يعني. هلأ لازم يلاقوا. متل ما حكي مرة الماضي النقيب انه قال في الصندوق الطعادون بالنقابة. لازم يتلاقى له آآ آآ عدة عدة ازا بدك آآ طرق للدعم. اه. يندعم من الدولة قدر الامكان. هي اصلا الدولة هلأ دولة تعباني. هلأ هو اللي اللي قلته بالاول كتير مهم ما انا برأيه. الفنانين المغنين. المغنين اللي حوالهم. هذو يدعموا الاساس. هو الدعم الاساسي منن. دعم الاساسي منن. لك ما رأول واحد منهم عميد فحق الغني هو عم ترجي في ايده. يعني. وعم ينفح على. هادا. هادا ولتلهم يا هاد. تلهم لعدة فنانين. والبخل. والبخل قاتل الدنيا يا دكتور. مع الاسف. روح اه. بس انتبه. الكورة ما واضحين. ايه. بين آلف لان فلان. هلا انا ما بعرف كمان. انه مش مليحة الو للفنان. انه مبلغ من هالمبلغ الكبير اللي عم تجي جزء منها من هالمبلغ يقول هادا لنا. وخلي يعلن عنها يا خي. اكيد بي الله. خلي يعلن عنها ويتم الاعلان عنها. ويتم الاعتفال فيها. مش شيء حلو للفنانين. هن بيعز قوتون. مية بمية. هادا لما يسألوا الوحي. يعني مع الاسف انا مش راح سمي. بس اه وقت كان فادي ابراهيم الله يرحمه بقلب المستشفى. ونحنا حدوا واقفين عم يتلفلوا فنانين يتطمنوا عالتليفون. خي انا التليفون. انا التليفون. انا التليفون. عاد كتر خيرك عم تطمن بالتليفون. بس بالوضع الحالي. ومعروف كل كل انسان متل ما تفضلت حضرتك شو عم بتطلع وشو. الله يرزق الجميع. بس مساعدة زميلك بهيك وضع. واكيد للنقيب حطلن على القلم والورقة. وسجلن على القلم والورقة. طبعا. وبعت مكتيب شكر. جمعة الماضي نهار الخميس. كنا بمستشفى رزق. النقابي وفد ابن النقابي. اخد لهم مكتوب شكر ابن النقابي لهم المستشفى. كله كان مسجلوا وودي لهم كلهم لمكتيب شكر. يعني. هن بدون يدعموا حيلهم بحيلهم. هذا الوضع حلا. عارفين كيف الوضع بلبنان. طبعا. بدل ما آآ يكونوا مشتتين. واحد يمكن بيقدر يساعد. متل ما انتفضل حضرتك. طبعا. الكريم. كريم النفط دقري بتلاقيه. هو بادر. هنه انا بقول لك يعني حسن بعرفت فيهم. من بيناتهم كلهم هاو. فيك تشلك شي خمسة ستة رجالا ونساء عم بحك. فيك تشلك شي خمسة ستة كرامة. كرامة النفس. فعلا. هنه بيبادروا. هنه يبادروا. هود الخمسة ستة يجمعوا مبلغ. محترم. انا برأيه بكون هو الدخيري الاساسية لحتى يكون. مية بالمية. وبحصة بتسنود خابي. صحيح. بتصير تجر بعضها شوي شوي. وانا ازا بتسمح لي بالنهاية بهال. فتح. اللقاء. جيد جدا هيدا. عن جادة هيك. من 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 القلب لالقلب. بتحس عم بيحكي الواحد عن شغلة. بيحبها لان احنا كبرنا معهم. اللي الفناني قال لي تطول بعمرهم. ان شاء الله الدولة تدعمهم اكتر واكتر. تصير الدولة مليحة. الوضع المالي. نقدر نساعد اكتر. كمواطنين لبنانيين وكفنانية. فنانين ميزين. ان شاء الله. في بعض الفنانين. الاعمال اللي عملوها يمكن برا الفنانين ما حدا عملها. انا عالطول ظل متفائل بحياتي. بدي اتشكر كل المنظفين بوزارة صحة. اللي عم بيشتغلوا عن جد. هلأ بهاي الايام. بسبعين دولار ومية وعشرين دولار بالشهر. وعم بيجوك اليوم على الوزارة. لنخدم العالم باحسى طريقة بالامكانيات اللي عنا اياها. الصبايا والشباب اللي معي. اللي ولا مرة قالولي لا. بشوفوا مديرهم عم بيجي ساعة ستة عالشغل صدقني الموظفينة. سبعة سبعة وربعة بكونوا بقلب ما كتبهم. هايدي بالكطاع العام ما انا صايرة. عطول بتلاقي العالم. كطاع العام ولكد لا. بالكطاع العام في ناس بيتعبوا. في ناس. ما بتخلاتني. ما بتخلاتني. وفي ناس عم بيشتغلوا من كل قلبهم. باللحم الحي. من لا شيء. لا سكروا بكورونا. لا بالثورة. لا بالاضرابات. الله بدكم العاف. وانا اخر شي بحب اختهم. قد ما تعطم علينا حبيب القلب. الدنيا ساعة ستة الصبح بر يطلع الضوء. ان شاء الله انا بتشكره. دكتور جوزريف لانه انت نموزج من اللبنانيين الصافيين. اللي انا بتقديري هنا اللي بيقدروا يبنوا لبنان جديد. مسلم لي حبيب. حبيب. تصمعوا على ألف غاية. اشتركوا في القناة